أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار المقرر انطلاقها الأحد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصرة ويناقش جدول أعمال الحوار للمحور السياسي في أسبوع الثالث في جلستين موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تدول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة هذا وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي والمدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي والمقرر إقامتها غدا الأحد لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها